اليوم الكوادر الصحية والكوادر الإدارية والكوادر الفنية تعاني التهميش والأقصاء وتعاني الظلم وتعاني الطبقية وتعاني التمييز بهذه الوزارة كثير من الوعود وكثير من الوعود التي وعدنا بها ولم توضع موضع التنفيذ اليوم أعلننا الإضراب العام الإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب بقانا الاحتصام لحد ما يصيد تنفيذ مطالبنا توزيع الرواتب ارتفاع الرواتب نحو الأحسن يعني احنا بالنسبة أننا نطالب كإدارة آنة نطالب رفع نسبة الرواتب من خلال رفع الخطورة وغير الخطورة على هذا الإضراب لتحقيق مطالبنا احنا الوحيدين الضحينا ما ضحينا خصوصا بهاي الجاحة منه احنا منعدنا شهداء ومنعدنا هسا مصابين الأكثرية والباقي جاي يسدون النقص الموجود اريد أحد مسؤول اريد عضو برلمان اجي حسبينه قال شنو معاناتكم حقق النفشي اقصد شي هي الرواتب ما جاي تنطونا يهب موعده التسكين الخطورة احنا يساولنا شون الأطباء الاضراب ماليتهم والأطباء لبوا متطلباتهم احنا ما حد ما يجي يقول لنا احنا من المساعدين التمريض اللي صار لنا من الثماني من الثماني من الثسعة وسبعين واللي طلعوا تقاعد واللي بعدنا احنا فاحنا ما حصلنا شي يعني خطورة خمسين بالمئة طنة الثلاثين بالمئة من طنة ولا احد ذكرنا يعني نقول لهم احنا وياما نساعد يقولون ويا الاداريين نساعد يقولون ويا التمريضيين واحنا ما نعرف نفسنا من اي كوكب احنا نازلين احنا نشتغل طوارئ نشتغل بالعمليات نشتغل بالنسائيات بكل مكان احنا حاننا حال الممرضة يوم شي اسمه ضراب جسعي يعني بعض يومين ان شاء الله ضراب عام لان اذا ما قاموا بالحقوق اللي اخذوها يعني من قطع اراضي وعدونا ماكوا يعني مخصصات ماكوا احنا سمونا جيش الابيض بس كل شي ما شافينا جيش الابيض يعني بهم انضحوا بارواحهم وبهم اللي اتمرضوا الضراب والوقفات تستمر الى ان تحقيق مطالبنا لان انتم يا حكومة قاعد تخلون الصحب مواقف محرجة مع المراجع احنا المراجع طبعا اخونه ومن حقا نقدم للخدمات والدليل هو الطوارئ وباقرة هات والحالات الطارئة العناية المركزة كلها مستمرة بالعمل بس كافي تهميش كافي تهميش لان احنا قاعد نقدم خدمة احنا قطينا شهداء وقدمنا وكذلك شاركنا حتى في المعارك ضد داعش الارهابية احنا قدمنا الكاظب احنا نتأمل بخير زيان احنا نريدك انت تتم بشريحتين التعليم وكذلك هو الصحة